عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل سياسية بشأن قانون تدول المعلومات وذلك بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير شارك في هذه الجلسة عدد من الحقوقيين والبرلمانيين وناقشوا أهمية قانون تدول المعلومات في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعرض المشاركون آراءهم ووجهات نظرهم حول هذا القانون تنظيم تدول المعلومات هيكون جزء من القدرة على مواجهة أي شائعات أو معلومات مغلوطة إضافة إلى حق المواطن في الاطلاع على بعض الوسائق التاريخية بعد مرور فترات زمنية محددة فتنظيم البعد المتعلق به العدد السنوات اللي بيتم من بعدها عملية الإتاحة لبعض الوسائق وغيرها على مختلف التصنيفات أن بعض الوسائق ممكن تكون وصائق على جانب أقل من السرية فيمكن إتحتها بعض فترات أو سنوات معدودة الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان قامت بذكر هذا المشروع كأحد الاستحقاقات الخاصة بها خلال الفترة الحالية القانون له درجة كبيرة من الأهمية كونه أحد الاستحقاقات الدستورية وكونه موجود داخل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي تم إعلان عنها من اللجنة الدايمة لحقوق الإنسان بالإضافة اللي هو إذا تم وضع قانون منضبط يقدر يقدم الكثير لكل المواطنين مهتمين بالعمل على قانون تدول المعلومات ده أحد القوانين المهمة جدا بسبب ارتباطه بمصالح المواطنين بفكرة الاستثمار بفكرة أن يبقى فيه شفافية من جانب الحكومة والجهات التنفيذية المختلفة وبالتالي إحنا مهتمين بالشغل على القانون ده وأعددنا مسودة أولية من خلال فريق عملنا ووجهنا دعوة لعدد من النواب سواء من تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أو من الحزب المصري الديمقراطي إلى جانب طبعا ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وحقوقيين سواء من منظمات حقوقية أو محامين حقوقيين مستقلين